لم نص من الإجراءات الوقائية للقضاء على كورونا، ففي ظل إصرار فيروس كورونا على إرباك الوضع الوبائي في دول المعمورة، منظمة الصحة العالمية تشدد على أن اللقاحات ليست وحدها كافية لإنهاء كابوس كورونا. فوفق خبراء المنظمة، التطعمات تنقذ الأرواح، لكنها لا تمنع انتقال العدوى بشكل كامل. بيانات علمية كشفت أنه قبل وصول المتحورة دلتا قللت اللقاحات من انتقال العدوى بنحو ستين بالمئة، بيد أن المتحورات غيرت الموازين العلمية، إذ باتت التطعمات تقلل عدوى الفيروس بنسبة أربعين في المئة فقط. فأصبحت متحورة دلتا التي تنتشر بشكل أسرع هي المهيمن الآن بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. بعدما أزاحت جميع الطفرات المتحورة الأخرى والسلالات الأصلية. معطيات دقت معها المنظمة الأممية نقوص الخطر، فأطلقت نداء بضرورة التطعيم، وكذل محافظة على قواعد التباعد الاشتماعي والتدابير الاحترازية. فالفرد في حال تلقيه اللقاح سيكون أقل عرضة للإصابة بأعراض حدة والوفاة، فيما يبقى معرضا لخطر الإصابة بالعدوى وإصابة الآخرين، وهو ما يفسر ما تعيشه عدد من الدول، خاصة في القارة الأوروبية. الصحة العالمية وصفت الوضع بأنه إحساس زائف بالأمان بشأن الحماية التي تقدمها اللقاحات، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.